التعبير مكفول بنص الدستور ودوري حمايته وأيضا الحفاظ على سلميته هو مكسب أتت به ثورة الحرية والكرامة وعقود من النضال وتضحيات الشباب الثائر في 2011 ومن وسائل حماية هذا الحق أيضا تحسينه مما يتزامن معه من خرق لحضر الجولان وشرب ونهب وتكسير واعتداء على الممتلكات ولا أعتقد شخصيا أن هناك من بين المحتجين السلميين من يبرر هذه الممارسات أو يزكيها هذه الممارسات من فعل منحرفين يدفعون للفوضى مراهنين على إنهاك مجهودات قواتنا الأمنية لتسهيل عمليات السرقة والنهب أنا على وعين أن هناك غضب واحتقان كبيرين في العديد من الجهات فالوضعية الاجتماعية والاقتصادية متأزمة وعمقتها أزمة الكوفيد باستتباعاتها الاقتصادية وبما صاحبها من إجراءات ضرورية أم لاها حرصنا على الحفاظ على صحة التونسيات والتونسيين والتي كان فيها مس ضروري ومرحلي من الحريات الشخصية كحريات التنقل أتفهم المطالب الاجتماعية والاقتصادية واعتبر أن دوري الأساسي كرئيس للحكومة الإصغاء إليها وتحويلها إلى دافع نحو الفعل والإنجاز الهاجس التنموي خط ناظم لعمل هذه الحكومة وكل ما قمنا به في الفترة القصيرة الفارتة وما سنقوم به خلال الفترة القادمة هو سعي دائم نحو التنمية الشاملة والعادلة نحن إذ نتفهم الغضب وحتى الإحباط الذي يشعر به الشباب المحتج في مختلف الجهات وكما نتعامل بحرفية وعقيدة جمهورية مع الاحتجاجات السلمية فإننا وبنفس الحرفية والعقيدة الجمهورية نطبق القانون على مرتكبي عمليات النهب والسلب والاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة حق الاحتجاج لا ينبغي أن يتحول إلى حق للسرقة والخلع والنهب وتهشيم الممتلكات الخاصة والعامة شباب تونس إنني أعي جيدا أن الدولة ممثلة في الحكومات المتعاقبة تعاملت معكم منذ عقود بعقلية سلطوية تفرض ما تعتقد أنه حلول وتقدمه على أنه مكتسبات يجب تثمينها وتسويقها وهو ما أدى إلى انسداد شبه كلي لقنوات الحوار وغياب لفهم حقيقة تطلعاتكم وانتظاراتكم ومفهومكم لدولة يمكن لكم فيها أن تبدعوا وتبتكروا دون عوائق بيروقراطية أو إيديولوجية لا معنى لها سوى تنفيركم أكثر فأكثر من هذا الوطن الذي تمثلون طروته الحقيقية والذي لا مستقبل له بدونكم إن الفريق الحكومي الموجود وأنا أولهم لنا ما يكفي من الواقعية للإقرار بضرورة التعامل معكم كقوة اقتراح للحلول لها من الذكاء والقدرة على استنباط طرق ووسائل عمل مبتكر ما يفوق قدرة الأجيال التي سبقتكم وذلك لفهمكم الجيد لواقع العالم في القرن الواحد والعشرين ومتطلبات النجاح فيه لذلك نحن نعمل على أن لا تكون الدولة بإدارتها وقوانينها قوة جذبا إلى الوراء ولكن مرافقا لكم في تحقيق تموحاتكم وأحلامكم في وطن يطيب فيه عيشكم أنتم مستقبل هذا الوطن واحترامنا لحرياتكم ولتنوعكم من احترامنا لهذا الوطن وواجبنا تجاه استحقاقاتكم من تشغيل وتوفير فضائات إبداع وابتكار وضمان أفضل الظروف للتعلم والتكوين ودفعكم إلى أعلى المستويات في الدولة من أولوياتنا بعيدا عن الشعارات والمزايدات التي مللتم منها ومللناها مثلكم وسنعمل في الأيام القليلة القادمة على وضع إطار مبتكر يمكنكم من إيصال صوتكم واقتراحاتكم وتصوراتكم ويمكننا من القيام بدورنا كمذلل للصعاب أمام مشاريعكم وأحلامكم صوتكم مسموع وغضبكم مشروع ودوري ودور الحكومة أن نعمل على جعل مطالبكم واقعا وأن يصبح الحلم في تونس ممكنا والأمل هو القاعدة لا تسمحوا بأن تتسلل إلى احتجاجاتكم مجموعات المخربين والفوضويين لكي يحولونها من احتجاجات سلمية مدنية إلى حملات تكسير وتهشيم وخلع ونهب أخيرا أهيب بالجميع مواطنات ومواطنين أحزابا وجمعيات منظمات وطنية ووسائل إعلام بعدم الإنسياق وراء حملات التجيش والتحرير وعدم اللجوء إلى العنف وعدم بث الإشاعات وإرباك مؤسسات الدولة الأزمة حقيقية والغضب مشروع والاحتجاج شرعي لكن الفوضى مرفوضة وسنواجهها بقوة القانون وبوحدة الدولة